يمكن اكتشاف مرض الزهايمر 20 عاماً قبل الإصابة به هي النتيجة التي خالص إليها الباحثون من جامعة أبصال بالسويد حيث وجدوا أن الالتهاب بالمخ يبدأ بعقود قبل ظهور أولى علامات المرض الأخرى ما يعني أن الأطباء سيتمكنون من تشخيص مرض النسيان المزمن كما يلقبه البعض لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به في وقت جد مبكر ما يمكن أن يغير طريقة حياتهم للأفضل أو يمكنهم باتباع علاج يحد من خطر المرض خاصة مع تقدم الأبحاث في مجال الأدوية المضادة لمرض الزهايمر ما يزيد فرص نجاح العلاج بأشواط كبيرة واستندت البحوث لمعلومات مستقات من تتبع عائلات معروفة بحملها لجينات الزهايمر ومن المرجح إصابة أفرادها بالمرض متى بلغوا عقدهم الخامس وخضع المشاركون للبحث لاختبارات ذاكرة متكررة بالإضافة لتحاليل الدم وصور الأشعة المقطعية لأدمغتهم كما وجد الباحثون نافذة تشخيصية قرابة السبعة عشر عام قبل ظهور أولى الأعراض أين بدأت لويحات الأميلويد المسؤولة عن المرض في التشكل في دماغ المصاب كما نشرت بحوث جديدة طرحت نظرية من قبل الباحثين في سويسرا والنمسا وأفدت نتائج التشريح إلى احتمال انتقال مرض الزهايمر بين البشر خلال بعض العلاجات الطبية ويتم إحصاء حوالي سبعة وأربعين مليون مصاب بزهايمر حول العالم هذا الرقم الذي يرجح ارتفاعه في حدود الفين وثلاثين لأكثر من خمسة وسبعين مليون مصاب اشتركوا في القناة